طريق قد تؤدي إلى أي مكان إلا إلى مدرسة لكنها تؤدي إلى مدرسة لا إنارة ولا تزفيتة وازداد الوضع تعقيداً حين توسطت هذا الطريق مزبلة فأصبح الوضع كما ترصده الصورة كان عانيه بزاف ودرالي الصالحة حركية عاني وانتك تشوف الدنيا كديرها لوصخها الزبل والمدرسة جاء في أحد المكان ماشي ماشي والمكان اللي خصوصكم فيها مدرسة بالنسبة لأطفال صغار كاين لوصخ أخويا هز بالحشك كايدو جدرالي عوناتهم كنت شوفي الحساسية شيدار نضادر شئ اسميتو فراش شيد دكور في حشك وانتو ممكن تشوفها الشي لي كاين مدرسة تخرجت منها أجيال عبر السنين خلت ووضعها الحالي يحز في قلب من درسوا بها الطريقة كما تشوف أنت بالنسبة لأزبال وبالنسبة لحساسية ديال الدراري بالنسبة لحساسية ديال الدراري مرضوا لهم الولاد ديال ومتلقوا مشكل باش يمشي الدواء وتنتمنهم للمسؤولين تاني ديال المسؤولين باش يشوفوا اللي وجهي الله من هاد الناس هدو واشوفوا المناسب لهاد المدرسة هدي لأنه في واحد الوضعية ما مش وضعية فوص مدرسة فوص الغابة راح ما يمكنش هاد المدرسة أقدم مدرسة قلت فيها أنا بعدها كنت أظر على راسي أنا من ناس اللي قرأوا فيها وكنت أحسن مدرسة ولكن ديال أكفست مدرسة هاد الوضع الحار حدان هنا لك الصف الصحي يعني ديال الولادة كيش مو شريحة لها خيبة المؤسسة حنا مبغينا هاش تسد بحكم أن مؤسسة قديمة وقرينا فيها ونبغيوها تبقى كامي شعال وخرجوه في خرجات داقات إيران خرجات مهنديسين ما نبغيوهاش تسد المؤسسة ما نبغيوهاش تسد ولاني كان التمسو بأنها تكون مؤسسة خراء تانية التي تكون قريبة للكلام وللمجلس المنتخب برنامج يعتزم تنفيذه إنقاذا لهذا الوضع غضون هذه السنة سيتم تحويلها لا سوف يبقى المشكلة الإنار العمومية ولا الطريق الغير معبادة ولا الأزمة المتراكمة التي تنتج من خلال هذا المنبر للسقر أنه حتومة يعون الجماعة نحن في بداية المشوار حاولنا نتغلب على هذه الصعوبات بيبقى شرمونا لأزمة حتومة من مقهة الساكنة في بنيات تحتية منعدمة أو ضعيفة يواصل التلاميذ تمدرسهم في ظروف يتمنون تحسنها عاجلا